أطمينكم على عبد المنع الحمد لله معلوماتنا على عبد المنع من أن شاء الله جاهز لمطش يانج أفريكنز مارسل كولر يفكر فيه أو يفكر يرايحه زي ما رايح لعيبة كتير مبارح دي حاجة طبعا ترجع له مباراة يانج أفريكنز ملهاش حسابات بتلعب صحيح على الصدارة يعني حسابات الوحيدة اللي فيها ضمان الصدارة المجموعة لكن التأهل محسوم فبالتالي مفيش ضغوط مفيش توتر برح انت راه انت على سكواد تقريبا معظمه ما كانش أساسي معاك في 70-80% من مطشات السيزن ده إمام هاني منعم تهيقري يعني مش عايزة كنسيت حد تاني لا مفيش مفيش الباقي كله جاي من إصابة أو ما بيشاركش كأساسي أو خد أساسي فترة وبعد كده حصل له غياب لسبب من الأسباب لكن لا تقريبا باستثناء إمامه وباستثناء يعني رضا ابتدى أساسي كريم فؤاد كان أساسي ربيعة فترة وفترات كان أساسي لكن عصد أقول مؤخرا لا اللعيبة دي باستثناء إمامه ومنعم وهاني ما حدش ابتدى تحسبه على سكواد الأهلي أساسي وسام جديد رضا راجع من إصابة ده تاني أو تالت أول مطش لعبه كامل أو ينزل فيه كأساسي قبل كده لعب مطشين في أفريقيا بس كتبديلة عمر كمال أول مباراة لي أساسا مع النادي الأهلي أو مباراة رسمية ليه مع النادي الأهلي رامي ربيعة يمكن بعد غياب شوية كان ليه دور في فترة وفترات لكن بقله كتير يعني مش موجود فبالتالي لما يظهر الأهلي بالحالة دي وبالجهزية دي جماعيا قبل ما يكون فردية مباراة طمن بشكل كبير جدا وتمسح لمحات الألأ اللي كتعندك شوية في مطشين بتوع شباب لزداد وميدياما الغاني عبد المنعم جاهز إن شاء الله هو إجهد خفيف في الحوض وعشان كده الجهاز الفني سحبه وإن شاء الله بإذن الله يكون جاهز لمباراة يانج أفريكنز سواء هيشارك بقى أو مش هيشارك لكن هو لائق للمشاركة واللي هيحدد طبعا اسمه ميستر مارسل كولر طيب خلينا روح